بسم الله الرحيم ابنائي طلاب بكاليروس الطب والجراحة مادة الروماتولوجي كجزء من البطنة النهاردة معادنا مع المحاضرة عقم 8 بولي مايوسايتس اند ديرماتو مايوسايتس ان شاء الله محاضرة نخليها خفيفة بقدر الامكان ونبدأ بسم الله الرحيم نبدأ كالعادة بديفينيشن مع ملاحظة احنا عندنا هنا تو ديزيزيز مش ديزيز واحد عندنا بولي مايوسايتس وعندنا ديرماتو مايوسايتس اه في اوفرلاب وهم اعتبروا ديزيز واحد بتو بريزنتيشن لكن ليهم تو ديفينيشنز فعندنا بولي مايوسايتس واختصارها بي ام is a chronic idiopathic form of inflammatory myopathy leading to progressive muscle weakness تبدأ من البروكسمن طبعا ولا تنتهي بالدستل ده الدفينيشن بتاع بولي مايوسايتس idiopathic inflammatory myopathy الدرماتو مايوسايتس is closely related disorder characterized by inflammatory changes in both muscles and skin يبقى الدرماتو مايوسايتس دي نفس فكرة بتاع البولي مايوسايتس في المسل مضافا عليها inflammatory disorders in the skin epidemiology of bulimia and dermatomyositis BM and DM are relatively uncommon cognitive facial diseases with an incidence of approximately 0.5 to 1 case per 100,000 patient years of follow up يعني كل سنة في كل 100,000 في من نصف الواحد حالة بيجيلها يا اما بولي مايوسايتس يا اما ديرماتو مايوسايتس الانسدنس اللي هو الحالات الجديدة في خلال السنة BM and DM affects all age groups including children with a disease incidence of approximately half of that seen an adult an adult disease incidence increase with age with a slight female to male بريدوانانس حوالي 2 لواحد تقريبا 2 في ميل لكل واحد ميل BM and DM has been reported to be more common in African Americans than Caucasians اكتب في السود عن البيض واحنا طبعا في منطقتنا العربية او في مصر ملوانين فبنبقى في الحاجات اللي كلها بنبقى في النصف بين البيض والسود اه بوث بولي مايوسايتس and Dermatomyositis have been reported to co-occare with malignancy most common association with adenocarcinoma or other solid tumors ديهم طبعا ارتباط قوي جدا بالماليغنسي بالذات الدرماتو مايوسايتس او البولي هما التن طبعا اه this risk appears to be more pronounced with Dermatomyositis compared with Bolly لكن هما موجود في الاثنين اللي هو risk for malignancy في الاطفال في الغالب بتبقى القصة Dermatomyositis اكتر من Polymyositis جدا ركت ان في بعض الكتب هتلاقوها مكتوبة في الاطفال Juvenile Dermatomyositis JDM مش BMDM يعني ففي الاطفال يعني نادر ما تلاقي Polymyositis لوحدها without skin involvement etiology of polymyositis dermatomyositis زي ما احنا متعاودين الاتيولوجي هما الثلاث كلمات اللي احنا بنقولهم في من اول الكورس الطاعنا في كل محاضرات الروماتولوجي والاوتو اميون بروسس نمر واحد in genetically predisposed patient triggered by an environmental trigger تات كلماتهم نجيبهم من تحت الفوق او من فوق التحت genetically predisposed patient plus environmental trigger equals autoimmune disease or autoimmune disease in genetically predisposed patient triggered by an environmental trigger الكلام ده صح برضه في حالات polymyositis dermatomyositis مع ملاحظة ان هنا ال family clustering بيبقى واضح شوية اكتر من باقي autoimmune disease وده suggesting that environmental factors may be an important rule وان كان مش معروف اوي فين ال environmental triggers اللي موجودة family بمعنى ان نفس العيلة تلاقي فيها كذا حالة مع بعض في وقت واحد او في وقت متقارب من بعضه ويختلف ده عن قصة الجيرنات الجيرنات ممكن يبقى مثلا عند سن العشرين يبقى ابنها او ابنتها بعد عنده عشرين سنة حي تجيره disease لكن family في وقت متقارب اكتر يعني يعني تلاقي الست مثلا وبنتها ست وابنها الراجل مثلا وبنته وهكذا يعني فده بيقولك ان القصة مش قصة الجيرنات بس وانما في environmental triggers واضح فيه كلام كثير طبعا يتقال ايهو environmental triggers ذاك فيه كلام كثير عن infections توكسو بلاسما ابشتين بار كوكساكي فيروس مايكو بلاسما كلام كثير جدا لكن ما فيش حاجة approved مية في المية انها risk factor او triggering factor for the pathogenesis او for the etiology of polyomyositis or dermatomyositis pathogenesis of pmdm although incompletely understood it has been hypothesized that an initial muscle injury leads to the presentation of an autoantigen this antigen is thought to be processed and presented to t cells in the context of uh mhc class one once activated t cell in pmdm synthesized interferon gamma which in turn leads to increase exhibition of pre-inflammatory cytokine including interleukin 1 and tnf الكلام ده كله من نجدع بيه احنا ك undergraduate نفهم بس التكلمات اللي لديناهم في الاثيولوجي او الاثيو باثوجينيسي وكفاية عندنا كده طبعا المهم دايما بيبقى ال clinical history and physical examination bmdm generally result in insidious and progressive muscle weakness often in the absence of significant pain العام بيشتك هنا من weakness of the muscle rather than being ما بيجيش بباك بين مثلا ما بيجيش بشولدر بين بيهب بين لا بيجي اكتر بويكنيس muscle weakness is typically most prominent in the proximal muscle group اللي هما الشلدر والثاي تلاقي العياب مش قادر يرفع ايده ولفوق كده مثلا يترح شعره مثلا او حاجه مش قادر يطلع ع السلة مش قادر يؤوم من على الكرسي مش قادر يقعد على الكرسي مش قادر يقعد على الكرسي بشكل منتظم لانهو عنده مشكلة في البروكسيمال muscle group leading to problems with activities such as climbing descending stairs rising from seated position or hair combing although ديستال muscle weakness can occur also with disease progression اه ممكن طبعا يحصل ديستال مع البروكسيمال disease لكن لو الحالة بدأت او كان الموست برومينت هو الديستال ذي weakness in the hand grip dropping thing لو حاصل حاجه من دي لازم نفكر في other diagnosis الاول ما نتسرعش في تشخيص بي ام بي دي ام في حالة البرومينت بتاحها ديستال weakness the skin involvement or rash in dermatomyositis can occur at any time اه point relative to the onset of muscle weakness ممكن يحصل مع بداية المسل weakness او بعدها او ممكن قبلها في بعض الحالات فالما فيش علاقة مباشرة بين the onset of skin and the onset of muscles وحالة ممكن تتشخص polymyositis وبعدين تك تديفيلوب skin disease فتبقى dermatomyositis generalize symptoms may include progressive fatigue fever renal phenomena and weight loss fatigue وfeever renal phenomena ممكن تشبه معاك في الاول مع الميكسي connective facial disease او مع السيستيميك سكيدروزيز طبعا في الاول يعني in rare circumstances typical dermatomyositis skin involvement can occur in the absence of apparent myopathy بيسموها dermatomyositis sense myocytis او a myopathic dermatomyositis اللي هو typical skin feature بتاعت dermatomyositis من غير muscle involvement في الغالب مع الميكسي الغاليزيز بيبقى في اه muscle involvement فهدناها قبل كده في كده مثال تاني زي esteriotic arthritis thin theritis يجز الاثراتيز الاول قبل ما يبقى في skin involvement اللي هو steritis والعياب ممكن يتشخص هنا على انه مثلا نورماتويد واكده بعدها بشهور او سنين يشخص او يجيب development the sclerosis بتاع اللي هو steritis هنا نفس الكلام ممكن في بعض الحالات اللي هي النظرة بيبقى فيه عندنا الانسات درمتомيositis أو skins involvement من قبل الميوب في هذا هذا الكني故 السنين يتوجه نحن كلاد سوтовاء مقافى لتالي هو ما يكون كلها لازم نخبرنا منها في الهيستري بتاعنا وحنا ناخد هيستري من حالة مهم جدا نركز في الجوينت في الاسفجيال موفمت في الديسنيا والكاف ونركز برضه لو فيه ايدي ما ديك ننسيه طبعا لو لحدة يعني مهم جدا نعمل سارة اند سيستيميك دي اهم حاجة في الموضوع ان احنا حنلاقي العيان ده عنده typical muscle weakness بالذات في البروكسيما اللي هما shoulder girdle والhip girdle. skin involvement اه بيبقى including طبعا goutron babiule. pathognomonic for the mathematics. goutron بتبقى بالبابل. erythematous lesion over the extensor surface of the hand over the mcb والبي اي بي. ممكن بكاء البوني بس الاساس على ال mcb اهي وعلى البي اي بي. بتبقى بالبابل يعني بالبابل يعني طلع فوق ال skin. وبتبقى الريثيما التاسعني محمرة. over the extensor surface of the hand اللي هما عندي ال mcb والبي اي بي. وممكن قدامة تبقى قلبه او ني. دي اسمها goutron's babiule. اللي هي حتة اللي طلع فوق ال skin. دي pathognomonic يعني ديها specific قوي ديه dermatomyositis. لو شفناها. مش عينيقضت فيها ودي بتاعت dermatomyositis. حتى ايمن لو شفتها وتيبكال من غير muscle involvement. بقول العيان ده عنده امايوباثيك dermatomyositis او dermatomyositis. طب لو مش بس فيها اريثيما بس فيها بس الراش او الاحمرار ده بس. بسميها goutron's sign. دي مش specific بس محتاجها full up. دي non-balbalbal rash similar distribution to goutron babiule. النفس المكان اللي هو mcb بي اي بي. البو او ني. دول اهم حاجتين. في حاجة اسمها heliotropic rash. دي بقى راش حوالين ال eye. okay? around the eye. variable in appearance. مكتيجة عند بعض الناس لأ. ممكن طبعا اريثيو ديرما. v sign اللي هو ال v اللي هو بتاعت الاميص او اه لحتة المعارضة للشمس. ال v sign بتاعت ال a هي سبعة بتاعت ال a بتاعت الهدوم الاميص او حاجة ده كده. دي اسمها ال v sign. بيبقى راش على شكل ال a? ال v. او شاول ساين شاول اللي هو الشال بالعربي. فالشاول اللي هو بتتبس كده هنا الرقبة فتلاقش اللي ايه? بتلاق الراش في منطقة الشال من وراء هنا كده. وفي ال mechanics hand. عارف ايدين الميكانيكية? لما تروح مثلا عند ميكانيكي يعمل لك العربية او يعمل مثلا يتضح لك حاجة مثلا في البيت. الميكانيكي ده ايدين اللي اما بتبقى ايه? بتبقى يعني خشنة كده ومجراحة كده وبتاعتناها ميكانيكس هاند. ايد الراجب بتاع الدرماتو ميكانيكس هاند. كالسينوزيس ممكن ديبقى اكتر في في الزووناي الدرماتو ميكانيكس دي ممكن تشبهنا مع مين? مين دي بيعمل كالسينوزيس تاني? برافو عليكم. السيستيميك سكيليروزيس. دي كلها اللي ممكن اشوفها في حياة الدرماتو ميكانيكس. اكترا مسكولة اند او اندو اورجان انفولمنت دي الاريزمية او الجالب اه ريزم. دي بتبقى ساديستيب او كارديك انفولمنت. لانج كراكل ساديستيب او بيومنري في ديزيز. طبعا ايه? محتاجة طبعا لو اه شكيت في كارديك او بيومنري. يفضل لان ابعط العيان او العيانة لدكتور القلب او دكتور الصدرية. دي بعض اللي احنا كلمناها من شوية. دي شايفين اللي بابيول دي. فاينجيب لكم بس المؤشر. دي مكان اه اه ادي عند الام سي بي اها. واده عند البي اي بي. ريزد واريثيميترس راش موجود عند الام سي بي وعند البي اي بي. ودي زي ما قلنا باثوجنومونيك. دي الفي ساين. عملا شكل حرف الفي هنا اهو عند رائبة البيشن دي. ده الهيليوتروبيك راش حوالين ال اي. حوالين ايه? من فوق ومن تحت كده حوالين ال اي. وديه الميكانيكس هاند. نيجي لديفرينشيال دياغنوزيس او بي ام ان دي ام. الديفرينشيال دياغنوزيس فور انفلاماتري ميوباسي اندي بروكسيما المسل ويكنيس اس كويت اكستنسيب. في حاجات كتير جدا ممكن تعمل بروكسيما المسل ويكنيس غير ال او ال اديوباسيك انفلاماتري ميوباسي اللي هي البوليمايوسةيس او الدرماتاميوساتيس. هو الاسم العام اللي تم مع بعض اديوباسيك انفلاماتري ميوباسي لو عارتوه في اي تيكست بوك بكتوب iim. اديوباسك انفلاماتري ميوباسي لان في many other causes ofcca газ Unihas come in those groups غير انها تكون اديوباسيك او اوتو اميون. في حاجة مهمة جدا فال voz اسمها دي إي possible انك Bronarium بلوتيمايوسيتس. dibao bm. اي بي ام هنا معناش إنهم بداخل الكمبيوتر اللي يا جماعة. دي رائر فورمforth بي ام دي ام. ما بترفعش المسل انزيم زي عالي زي ما احنا هنشوف بعد شوية في الكريتيريا ان في حاجة ماها مسل انزيم تبدين احنا لازم نشوفها في حالات البي ام دي ام. في الانكليوجن بودي ما بتبقاش واضحة قوي القصة دي. وممكن تبقى ليس سيمتريك يعني ناحيتين مش ضاير بعض. وانفولفز ديستال مسل جروبز اكتب من او يعني مش اكتب من يعني اكتب من البي ام دي ام. لكن مش اكتب من البروكسيمات. ممكن ياخد ييرز. لكن بتاخد منسل في حالات البي ام دي ام. and it is far more refractory to treatment with resulting poor prognosis compared with bmdm. muscle biopsy is critical in distinguishing ibm from bmdm. فاحنا لما هيتكلم عن difficile diagnosis هنقول ان فيه many many causes of inflammatory myopathy and the proximal muscle weakness. ومن اهمهم هو اختارهم inclusion body myocytis. لانها ما بتخفش بالعلاج اللي بديه اللي هو سواء استيرويد او. ما بيخفش معايا لو هو inclusion body myocytis. الجدول ده فيه بعض الامثلة لديفرينشا دياغنوزيس فور inflammatory myopathy. يعني ما بتحفشه كله بس سيبه وعرفين يعني ايه على الاقل بعض النماذج منه. اه زي مثلا كونيتي تيشو ديزيز زي الاوفرلاب سندروم كيمة اوفرلاب معناها اكتر من ديزيز من درماتوجيا ركبين فوق بعض. فيهم واحد كامل واحد تاني ممكن يكون كامل او مش كامل. يعني systemic lobus ومعها مثلا بوليوميوساتيس. اه كليو ديرما ومعها systemic lobus. دي اسمها اوفرلاب سندروم. ممكن يجي مع حاجة اسمها ساركويلوزيس. ممكن طبعا اللي قلناها من شوية inclusion body myocytis. ديو كله باسمهم. كونيكتف فيشو ديزيزيز. اللي هم الديزيز بتاعت الروماتولوجي بتاعي التحنة. ممكن تيجي مع حاجات انفكشن زي فيروس. ممكن بكتيريا. ممكن فانجل. قلنا احنا من شوية في البطل جنيسي ان ممكن الانفكشن تكون تريجر للبوليوميوساتيس. كمان الانفكشن بممكن تعمل بس بيبقى مؤقت بالفيرل انفكشن او بعديه بشوية. وبيخف بعد كده. فبعده دي يعني اخبرنا منها هي ممكن تريجر الاوتوئميون بروسس. وممكن تبقى ميميكينج الاوتوئميون بروسس. في بعضه التوكسنز وميديكيشن زي الليبت لوورنج ايجنز زي الاستاتينز. الايثانول الكولشيسين الهيدوكسيكولوروكين ودي ادوية من احنا بتقديمها في الهيدوكسيكولوروكين. ده مهم جدا في اللوبوس. الكولشيسين في حالات القوت. آآ انتي سايكوتكز زي الملكا اه ممكن تعمل مليكدر حايفا ايبوورثيرميا. الكوكين او الامفيتامين سبعا المخاطرات بعد النوعها كلها. Il tryptofan بيعمل حاجة اسمها إثنيفلاو يميالجيا صندرووم. آآ ممكن للمسلز. ممكن تعمل بروكسيكولورويتنس. آآ انهيريتابو Political milk زي الايه. زي المكار دي اسمه Parent phase light هذه هي الم 그�律 الى المصل ديستروف والذي هي الدوشين والنبكار ديستروف يدى يجد اكثر من الاطفال الصغيرين وعاليا lah الما見سترمس الدار بتجد الاقتراع في الاطفال الصغيرين وعاليا الاطفال الأولاد وهي المصل ديستروف غير المصل يسمى السملة ديستروف ينrettины ضazonية تحتاجayım وكثب منهم بيموت في السنة الصغيرة وتستعمничة للأطفال لاهبان partic井يوباسي, وذي المسل justrophys اللي هو دوشين وبكر ااااا مسل distroφ يدي يتجي اكتف في الاطفال الصغيرين وعادفث الطفل يعني بيبقى رابد بسوارة يبقى وكتاب بينهن بيموت في سنة صغيرة اللي هي المسل distrophys غير المسل غير الин kryz simpler يبقى التججي في الاطفال الصغيرين. ويستجيب 간د جيلاتي وكتاب منهن بيموت في السنة الصغيرة. وهنايك تخطرها بالاطفال ان شاء الله. هناك النيوروباسي كالنيورو رابطهigkeit النيورو تواصل المفسوτηةgrown اوتو اميون بولي نيوروباسي كالكوربم بهزعة امىو ياتورة what一 زي المايسينيا جريفت زي الايتون لامبرت سندروم في بضوء الاندوكراين زي الهايبو او الهايبر ثيروليزم زي الديابيتس ميليتس زي الاكرو ميجاليز زي الكاشنج او اديسون سندروم هايبوكاليميا هايبوفوسفاتيميا هايبوكالسيميا هايبوماجليسيميا هايبو اي حاجة ايميا دي كلها ممكن تعمل لي مسل ويكنيس وبالذات بروكسيمال مسل ويكنيس يعني تقريبا الطب كله متلخص بحطة ديان لكن طبعا ما قلنا مهم جدا ان نفرق بين الديوباسي انفروماتري ميوباسي وبين الانكرويجان بودي ميوباسي لانها ما بتخفش بسهولة بقى الحاجات بتبقى لها اعراض تانية توضح ان دي قصة انفكشن لا دي قصة في دراج هسترو هنا مثلا واضح اه لا ده فيه مثلا اه 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 مانفكشن زي النيوباسي مثلا حيبقى فيه طبعا ايه يعني لو حد عنده مثلا مايسيني جريبل دي واضحة خالج لها هسترو مخصيف تماما عن قصة الايه الايه الانفروماتري ميوباسي بوضو بمصد ديسترو فيه دي حاجة ديونيتك اللي بدستوز وبتبقى بتكرارها في الاطفال في الخوات يعني مثلا وبتبقى واضحة في سن صغير او بوضو واضحة انها ممكن نفرقها عن الديوباسيك انفروماتري ميوباسي اللي هما وكالعادة باعتبار ان احنا ما عندناش تيست ما عندناش تحليل دم اعضل مثلا احلف بي ان العندا عنده ديزيز ده او ما عندوش دي كل او ما ادروا تيز ما عندنا فاحنا عندنا كلاسي فيكيشن كريتيريا فور بي ام ان دي ام ذي ما حنتشوف حالا كريتيريا فور دي دي جنوزيز اف ان انفروماتري ميوباسي انكلود هما خمس حاجات اول حاجة سيمتريكال ويكنيس يوزولي بروغريسيف انبولفنك ذا بروكسيما المصد ده كلينيكل بلاقي فيه سيمتريكال ويكنيس بروغريسيف ويكنيس يعني ما بيخفش خاص بو ديزيد بيزيد وانبولفنك ذا بروكسيما المصد دي الكلينيكال نعمل اتنين مصد بيوبسي انديكاتيف اف انفلاماتري ميوباسي اخل عينة من المصد ويبعدها للمعمل يعمل لي لها اناليسيز ويقول لي بتاع المعمل البسورجي ان المصد بيوبسي اللي انا اخذتها دي تشير الى انفلاماتري ميوباسي نعمل ثلاثة نعمل ثلاثة اف مصد انظيم ذا اللي قلناها من شوية ان المصد انظيم ذا لقاهم عاليين نعمل اربعة اعمل اي ام جي عاجة اسمناها الاكترو ميوغرافي عارفين الاي سي جي بتاع الهارت الاكترو كارديوغرافي ده نفس الفكرة بيث على المصد اسمناها الاكترو ميوغرافي اعمل الاكترو ميوغرافي الاقي فيها انفلاماتري ميوباسي يبقى كده ايه اربع حاجات للمصد خامس حاجة الكاريتيليستيك سكين فايندين اف دي ام ده الهيديوتروبي كريش جوترين بابيول جوترين ساين وخلافه these criteria are based on the consumption that alternative causes of myopathy have been ruled out قبل ما اطبق الكريتيريا دي لازم استبعد ال other causes اللي شفناها في جدوة differential diagnosis كبير اللي كان موجود معاني من شوية هنا بقسم العيانين الى ثلاث درجات لو العيان فيه الاربع الاوانين كلهم يبقى اسمه definite polymyositis لو معاه الاربع الاوانين ومعاه الخامسة يبقى اسمه definite dermatomyositis لو العيان معاه ثلاثة بس منهم من الاربع الاوانين عنده ثلاثة بس يبقى اسمه probable polymyositis معاه ثلاثة من الاربع الاوانين زائل الخامسة يبقى اسمه probable dermatomyositis لو عنده اتنين بس من الاربع الاوانين يبقى اسمه possible polymyositis لو عنده اتنين من الاربع الاوانين بلص الخامسة يبقى اسمه possible dermatomyositis يبقى عندي دي لها كم درجة؟ ثلاث درجات في definite لو عنده الاربع كلهم probable لو عنده ثلاثة من الاربع possible لو عنده اتنين من الاربع الدرجات دي في وجود الكراتير الخامسة حنشي كلمة بي ام ونحط مكانها كلمة دي ام بنفس الديجري او بروبابل او بورسيبول نيجي للانفستيجيشن اللي بطلبها لعيان انا شاكك ان هو بي ام او دي ام مشكوين المسل انظيم سبعه دي مهمة جدا دي واحدة من الكراتيريا المسل انظيم ده داخل في لما بتقل معاناها انه داخل في او داخل في الاسبونس للتريتمين. الانزيم ممكن تعلى قبل حتى الانزيمين او همهم الكرياتينين كينيز او الكرياتين كينيز او الكرياتين فوسفو كينيز كرياتين نوت كرياتينين اسمه كرياتين كينيز واختصاره سي كتا 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 او سي بي كي كرياتين فوسفو كينيز هو نفس الانزيم ممكن تكتب سي كي او سي بي كي. لو عدى اكتر من ضعف الابردورما بتاع المعمل بتاعي يبدأ حيتحط فكرتها. اضر انزيم تشمل اللي الكتيت دي هيدروجينيز. الالدوليز والاسبارتيت امينو ترانسفريز. لكن اهمهم يبقى الكرياتين كينيز. ده اوى انفزيكيشن. اتنين اكيوت فيز راكتنط اسا و سي ار بي. بيبقوا عادثا نورمال مش عاليين قوي. عادة لو عاليين ما بيبقوا عاليين شوت نجا ذي تاعرماتويد مثلا. الاوتوانتي بوتيز الاي اي 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 اي. سجست في بطنت دياغنوستيك. لو لقيتو يعني بيديني مؤشر بس. الانتي اه تي ار اي 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 سنتيز ده بيبقى seen in a subset of patient. مش اوي مش specific اوي يعني. الانتي ار اي بي seen in context of mixed connective tissue disease. في حاجة صنعها mixed connective tissue disease. دي تختيف شوية عن الوفرلاب. الوفرلاب ده ديزيز كامل ومعه شوية حاجات من الديزيز ثاني. من الريماتولوجيا يعني هم يتم في الريماتولوجيا. لكن الان ميكسد connective tissue disease ده ديزيز مستقل. عبارة عن شوية فايندين كده شوية من اللوبوس على شوية من البودية ميثاتس على شوية حاجات كده. مع بعضهم مش مكمل كراتير اي واحدة منهم. لكنه على بعضه كده هو حاجة وقته اميون بس بين البنين يعني. ما هواش ديزيز من اللي احنا عارفين هم اللي ايه اللي لهم اسائل معروفة يعني. فالميكسد ديزيز ده بيبقى characteristicly ان هو anti RNB positive. ده واحد من الان ازيا كمان. anti signal recognition protein antibody and anti MI2. دولار بيتشافه اكتر في حالات الدرماتوميثاتس. مش فيهم اوي نعرفهم يعني. امومنا هنعرف ان هو في بعض الايه بتبقى موجودة في البولوميثاتس درماتوميثاتس. الاي امي جي والامو ار اي طبعا مهمين. الاي امي جي is typically done unilaterally in upper and lower extremities. as a needle uh artifact can interfere with biopsy and histological interpretation. هنا احنا بنعمل الرغم من النور ديزي متريكال. لك اذا انا بعمل الاي امي جي في ناحية واحدة. الاي امي جي ممكن انت بوضي بايوبس لو حقها بايوبس بنفس المصر. ففي العادة انا باخد بعمل الاي امي جي في ناحية واحدة. واسيب الناحية التانية عشان بعد كلا واحداتك تعمل بايوبسي اعملها من النحية اللي ما عملتش فيها الاي امي جي. اه test of nerve conduction velocity اه اه performed in conduction with اي امي جي. ار هرب فول ان ruling out نيروباسيك اه اه تيولوجي. معمل نيروباستودي علشان اه يعني استبعد لو في نيروباسيك كوز هو اللي عملل الويكنس. ام ار اي اه ويسموها ستير يعني في الام ار اي. ممكن انا لو مش عايز اعمل الا ام او العيان او بالنسبة له او بالنسبة له. ممكن اعمل ام ار اي وان كانت مش في الكريتيريا بتاعت اه اللي احنا اللي احنا ماشيين بيها يعني. لكنها ممكن تغني عنها في كلام كتب بيقول انها ممكن تبقى بنفس او قريبة فيها كلاحية الاسبستيفيستي او كدقة يعني ممكن تقترب جدا من فكرة الامجي. نيجي بقى للمسل بايوبسي. المسل بايوبسي مست افن دان ان او كوادريسيبس او الدوليت مسل. بالان اا كده���Deltoid مسل بلاء كده كدهى كدهى كبير من البروكسينال. اللي انا متوقع انا حلاقي فيها الباثولوجي. فكم اukhtريا اما الكوادريسيبس او الدولت مسل سأخبرين مسل.OrDeltoid مسل بايوبسي galera يس choose the Excluion Bowed Brain to malvingosis such as Inclusion body하고 or circularosis. هنا ببايوبسي هتحلف تقول لي دي ام بايوبسي بتاعتنا ولا enclosure body with a circularosis.بايوبسي جدا的 اخض البيوبسي منينbis من ناحية التانية لو انا هعمل امي جي يفضل ان اعمل امي جي في ناحية واعمل البيوبسي في نفس المكان اللي هداقي فيه الiderate في الامي جي في ناحية التانية. يعني اقيد مثلا بالامي جي انك هو هو الويك يبقى اخط trouve من البيوبسي من الكوارد في ناحية التانية.طبع الامراع ديانان فممكن ان ببساط المكان اللي ف미� Run Envasive منه في نفس المكان او في نفس المفي المسي محتاج ا اmut اخضر luar side جف وهذا الخطوة الواديت. اه ممكن استعمالها بعض الحاجات . يعني انا مش بحتاج الاسكين بايوبسي في مرة من الحالات. بحتاجها بس لو انا الحالة مش ماشية تيبيكال. مثل حالات الدرماتيوميوسايتس سين ميوسايتس. يعني الاسكين جاي الاول ومعنديش اي مسل ويكنيت. فهنا ممكن احتاج اعمل اسكين بايوبسي مش مسل بايوبسي. لان المسل هنا نورمال. ما فيقاش حاجة ديسة. اه كمان الاسكين بايوبسي ممكن تبقى particularly helpful in ruling out alternative causes of rash. لو انا عندي راش بس. فده ممكن حتى لو تبقى حتى لو في نفس الاماكن بتاعت الدرماتيوميوسايتس. ممكن تكون في اثر كوزيس هي اللي عاملة الدرماتيوميوسايتس. وخصوصا صبعا ديما قلنا لو مفيش عندي مسل انفولمت. ذا بشي ما يتعلق بالبيوبسي. واتباوت التريتمينت اوف بوليوميوسايتس ان درماتيوميوسايتس. برايماري سيرابي انكلود سيستيميك ستيرويد بريدنزلون من واحد الاثنين ميلي جرام بر كيلو جرام بر دي. طبعا واتقى ماكسما اوف ستين اه تمانين ميلي لوحد دي اورال. اه ده تبكالي مينتيند اف بوسيبول until normalization of muscle enzymes. اه وبعا كده بي اجراد ويتابرد over the course of several months to several years. انا باخد بالي ان بعمل very very slow tabering of استيرويد. يبقى انا هنا بدي استيرويد. في العادة هنا ما ممكن ملجأشي للبالس استيرويد اللي هو واحد جرام وكلام ده. لكن ببدأ بهاي دوز استيرويد. ببدأ بواحد الاثنين ميلي جرام بر كيلو جرام بر دي. ودقى ماكسما من ستين لثمانين ميلي جرام طبعا يعني ما بديه اكتر ما كده. يعني لو واحد وزنه ميت كيلو بيش حديه امتين ميلي جرام في اليوم يعني حديه ستين او ثمانين بس. وببدأ بالدوزل عالية دي لغاية لما المسل enzymes تبقى normal. بعد ما تبقى normal ابتدى اصحب بالتدريج البسيط جدا على مدى شهور او سنين. يعني مسلا من الستين انزل لخمسة وخمسين لمدة شهر. وبقده انزل لخمسين لمدة مشيه شوس History وانزل لخمسة وربعين وانزل لربعين وانزل لخمسة وتلاتين وهكذا وبعد المسلا العشرين ما انزلتし التحلي للخموطاشر قبل انزل لنتبعتاشرة ونصف وبقده خمستاشرة بقده عشرة او لا من خمتاشر انزل لندنشرة ونصف ثم عشرة. بعد العشرة بنزل بالواحد عشرة تسعة تمانية سبعة ستة خمسة لغاية ببقى واحد في الاخر. وفي الاخر بقوله اوقفه. ده اللي هو ما يتعلق بالسيستيميك استيرويد. بدخل بقى حاجات تانية كاستيرويد سبيرنج. ان انا وانا بسحب بالاستيرويد دي رجل ملاق حاجات تانية عشان عشان ما ايه ميرجعش الديجيز يحطل له فلير اوب بتانية. فبدي ميزوتريكزيت او اذا سيبرين. اا دولا بيتخلوا مع الاستيرويد عشان وانا بسحب الاستيرويد ما يعلاش الديجيز معايا تانية. دي بعض الحالات بفيها فوتو سنزتيفتي بالضغط في الحالات الدربات او الرواضحة قوي. ولا حد ما تشبه قصة اليه قد سيستيمة الاستيرويد من البعض الحالات بي يدعى فوتو سنزتيفتي. فلا عنده فوتو سنزتيفتي محتاج ان انا ابعده عن الفوتو. ابعده عن الضوء العالي وبالذات ضوء السمس. في العادة، البراج ميzzo 클�roparity ترابي. ان اوديت استيرويد. واعيان لسه في اكتيفتي. لسه مدخلش في النورمال درشن او 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 ادري ستيرويد. او ادري سيبيه. وعيان لسه في اكتيفتي. فملجأ الحاجة سمعها او 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 آآ تبقى انكله لك طبعا الهايديوكسككلوركين. السيكولوفسفاميد. الانترابيناس ايميونو جلويلين. اه ممكن طبعا ام ام اف. طاكوراليماس انتي تي ان اف اللي هو اللي هو الريتوكسيماب. كل الحاجات دي ممكن اديها في حالات SLA. if the first line failed. دي ما ببدأش بيها دي بخليها لل second line. هنا برضو نلاحظ ان الهيدوكتكتروكين ده هو اصلا ممكن يسبب مصل ويكنس شوش به البوليوميسايترس. نفس الكلام في الاستيرويد على فكرة. في حاجة اسمها استيرويد مايوباسي. ممكن الاستيرويد نفسه يعمل لي مصل ويكنس. فاحنا هنا مهم جدا اتناعة في الوفالديزيز ده الديوباسيق مايوباسي ويعمللي profesionalة بالاستيرويد او معالج بهدوكتكتروكين. ولا هو اصلا سببه الاستيرويد او هيدوكتكتكتروكين. سعالات مابن skip which i observe الفرق بالااثين على فكرة. ان العيان بيجي مثلا وممكن يجي يجي دين معواحد في نفس العيان. فسعالات العيان مثلا جايلي باديوباسيق مايوباسي في الاول والتيو كادلت له استيرويد. gabceline لزيادة او ما غفش. فهل دي اكتيفتي دي است هو في اكتيفتي فمحتاج ادخل بساكن لاين ولا دي جست استيرويد مايوباسي فمحتاج بس ان اصحب الاستيرويد. الاصعب من كده ان العيون ممكن يجي من الاول واخد استيرويد للاي سبب اخر او واخد هالكتروكين للاي سبب اخر. فما بقاش عارف هو ده بلومايوسيتس وبياخد استيرويد لكن مش مستجيب فمحتاج ان ازود الدوز ولا هو استيرويد ديبندنت او استيرويد بلومايوباسي. وفيها بيحتاج لان اصحب الاستيرويد. في اتنين عكس بعض تماما. في اللي اقالب احنا بنعمل ايه في الحالة دي. بنعم حاجة امتنين. اما بذود الاستيرويد. يعني انا بقرب. انا مش عايب دي مين فيهم. وممكن حتى الامجي فايندنج وحتي افدن البيوبسي ممكن تقلطني. ممكن ما تبقاش سبيستفك او في الحالتين دولار. ممكن متقوليش يعني ايه دي مين فيهم بالزبت. فسعار بلقى لحاجة بيسموها therapeutic test ان انا بدي اا اا بزود الدوز داخل الاستيرويد لو عياني تحسن يبقى هو كان في activity. لو عياني تحسن يبقى هو steroid in the used by basing. العكس ممكن اصحف الاستيرويد بالتدريج او اقلله. لو عياني تحسن يبقى هو كان steroid in the used by basing. يبقى اكمل سحب. لو عياني تحسن يبقى هو في activity of bulimia status. والدوز دي مش كافية فاقعب ايه للعكس ان ازود الدوز. هنا الاثنين زي لبعض. ازود الاستيرويد واشوف اللي هيحصل. ولا ازود الاستيرويد وحشوف اللي هيحصل. الاثنين زي لبعض. على عكس مثلا في ال diabetis. لو عند العيان في diabetis coma. وانا مش عايف هو coma hyper ولا hypo. هو الكوما دي لسببها انه عنده السكة عاية قوي. ولا hypo كليسيميا قوي. وانا ما عندي تجهة السكة لحلي بيض دلوقتي. العيان المغمى عليه في الشارع. اعمله ايه? ادي له انسولين ولا ادي له سكر. لا هنا ما تفرق. هنا لو ديت له انسولين حيموت. لو هو hypo glycemia. لكن لو هو hypo glycemia 600 مثلا ولا 800. وديت له سكر مش هيصابه عاقب هو زي ما هو. فهنا لو انا مش عارف في في حالة ال diabetis بابدأ الاول بان ندي سكر. لانه هو less serious. less risky. انما هنا ما تفرقش معنا. ممكن نبدأ بالنزود الاستيرويد واشوف اللي هيحصل. او نقص الاستيرويد واشوف اللي هيحصل. بروغنوزيس اوف بولي ميوساتيس ديرماتي ميوساتيس. ودي اكل حاجة قبل ما نقفل المحنظرة. البروغنوزيس اوف بي ام دي ام هاز امبروفد في السجين الاخيرة طبعا مع دخول الاستيرويد والاستيرويد بيرنج دراجز. النهاردة احنا وصلنا لأكتر من 90% من الحالات بتعيش حياة شبه طبيعية او طبيعية. اه طبعا مع مع التريتمنت يعني. لكن في طبعا بوربوغنوزيس تك فاكتورز زي القولناها في اول المحاضرة انه في بعض الماليجنسي بالذات الادينيكورسسيسومة والسوليد ارجان ماليجنسي بتبع اكتر في الاااا بذات في الدرباش ميوساتيس. لو الدزيز بدأ في اولدر ايج ات انسيت. لو كانت في ميل جندر ودي استثناء من قاعدة قلناها في محاضرة اللوبوس. احنا قلنا في محاضرة اللوبوس. السيستيميك اللوبوس ان الدزيز لو كان مور كومون ان. اكسيتن كاتيجوري اوف فلما بيجي في المجموعة التانية اللي هي ليها لو ااااا اانسسدنس بيبقى مور سفير. بمعنى قلنا مثلا البرست كانسر اس فيري ماتش كومون ان في ميل. ده شوء طبيعي يعني. لكن لما بتيجي بريست كانسر ان ميل بتيبقى مور اغريسيب. بعدها بيجي في استيجا اربعة. نفس الكلام في اللوبوس. السيستيميك اللوبوس اسمتواز تزيز بكومون ان في ميل. تصل في بعض الدراسات لعشرة الواحد. عشرة في ميل لكل واحد ميل. لكن لما بيجي سيستيمك لوبوس ان ميل بيبقى مور اجريسيف. هنا بقى العكس. هنا ديجيز مور كومن ان في ميل شوية اتنين لواحد يعني. ولما بيجي في ميل برضو بيبقى مور اجريسيف. فهنا ديجيز هنا. is the more اجريسيف in the more frequently affected gender. ودي استثناء من قاعدة قلناها اركيها في القاعدة في وحضرة السيستيمك لوبوس. الاضر بوربو جونيستك فاكتور زي ال end organ involvement. زي ال disphygia interstitial lung disease. حاجة لقناها من شوية في ايه? في الاكسترا muscular manifestation زي cardiomyopathy. زي ال presence of auto antibody زي anti-synthase, anti-signal liquidation particle. او anti srb. حاجة دي كلها بيبقى. بول بروغنوستيك فاكتور للبوليوميستيماسيات المثاكس. وطبعا لو لقيت العيان ده لي بول بروغنوزيس ومش استقبلي العلاج ما استبعدش او لازم اركز او ا اني ا افكر في ال inclusion body myositis لانها اصلا ما بتستقبش للعلاق بتاعي. واخيرا زي ما احنا متفقين كل مرة لو حد عنده اي اسئلة حد عنده اي حاجة يبعث لي على اي واحد ارسل من وسائل التواصل احنا قدامكم دلوقتي. الموبايل الوالساب الايميل اه على صفحة الفيسبوك او على طريق خناة الحكيم باشا. يعني نتمنى كل الناس اللي بتسمعنا تكون استفادت من المحاضرة. حاولنا نخليها محاضرة صغيرة يعني. البولي ميثاتي التباية ميثاتيس اه ديزيز يعني مش كتير لكن بيبقى جادس شوية ويعلاقوا في الاخر استيرويد حاجات بسيطة جدا. وبيستجيبوا بشكل حلو اوي للتريكمينت فيعني خسارة ان العيان يجي ببولي ميثاتيس ويفيلد مني او يمسد مني. فانا كل اللي بتطلب منك لما تلاقي عيان ببروكسيم المسل ويكنس وبياخد شهور او اه لي يعني الانس بتاعه اللي هي شهور او ليه سنين. ما تستخسرش تبعاته لدكتور الروماتيز. احسا يشوف دي بولي ميثاتيس دي باتتر ميثاتيس او حاجة تانية ممكن تحتاج علاج. وبكده لما خلصت محاضرة النهاردة ونتقى باذن الله في المحاضرة القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة.